اشتركوا في القناة او ننسى الشعرية باللبن اللي انت كل شوية تعمل لنا كل شوية كل شوية شعرية باللبن ويا ما احنا هنطبلك امر وتحفى وشيك فعلا انا فعلا احضر النهاردة وصفتين في البيتكو تا دايما بشيريهم منبرة وما استغناش عنهم ابدا بالزاد في فاصل الشتاء الاول بودرة الكافي ميكس المقادير المزبوطة لها جدا جدا وطلعتوا حكاية وهتشوفوا النسيجة فعلا في الاخر جبت نص كباية من النسكافيه وتحنتها كده زي ما شفتها او حطيتها في كيس وده ادقت عليها لحد المتانعون خالص وابتديتها صفيها بالمصف علشان لو فيها اي تكتلات وفي نفس الكوباية عيرتوا كوباية من الكريم شنطي وكوباية من الحليب البودر بمكس الكلام ده كله مع بعضه لحد ما تديني اللون حلو كده حسيت اللون فاتح شوية زي ما انتم شايفين فانا هضف لها معلقة صغيرة من بودرة الكاكاو اللي هو الكاكاو الخام يعني علشان بس تزبط لي اللون وبتديني ريحة حلوة كده وطعم حلو يعني مش بتبان بس في نفس الوقت بتزبط الطعم جدا بقلب الكلام ده كده مع بعضه كله ما بعملش كمية كبيرة علشان كل ما بيعد هو مفوش مادة حفظ عشان طعمه ما يغيرش ونحس ان طعمه مش حلو زي اللي بنشتريه من بره يعني بعمل الكمية دي مثلا كله اسبوعين كل اسبوع مرة على حسب ما تخلص معي بلاش نعمل كمية كبيرة في المرة الواحدة تمام كده البرطمان جهز معي هوريكو بقى شكله عامل ازاي لما بضف له المية ولما بضف له كمان الحليب حطيت معلقة كده من بودرة الكافي ميكس وزبطت السكر وحطيت المية بصوا لما تقلبه نفس درجة اللون بتاع الكافي ميكس بالضبط لو عايز اعمل الكافي ميكس دوت نباتي من غير اي منتجات حيواني يعني بضف له ببدل الحليب البودر بالكريمر طبعا الكريمر مش متوفر في كل بيت بس ده لو حبيت انه هو يكون صيامي تمام بصتو خطير لو عايز اعمله بقى شكل كده زي بتاع الكافيهات لو في بقى طلبة مدارس يحبوا يدلعوا كوباية بتاعتهم شوية او طلبة جامعة بجيب بقى مجي يكون كبير شوية وبضف له كده معلقتين صغارين من بودرة الكافي ميكس وعليهم شوية مية مغلية وبقلب الكلام ده كله بعد ما بزبط السكر وبجيب بقى كوباية من او نص كوباية من الحليب تكون سخنة مش بتغلي بس تكون سخنة زي ما انوا شايفين وبضرب كده بعمل فون بتاع الحليب علشان يزيني الرغوة ورشة بسيطة كده من بودرة الناس كافيه على الوش علشان الشكل بجد فعلا طعمهم حلو جدا جدا انا عن نفسي بحب اللي بالحليب لان انا طول عمري بشرب الكافي ميكس بالحليب مش عارفة حد زيه ولا بس السادة كمان طعمه حلو جدا وقريب للكافي ميكس اللي كنا بنشتريه من بره اللي هو زماني اللي كنت تحسه كده الكوباية طعمها غني كده مش شوية مية بلون وخلاص وطعم وملوش رحة الطعم الوصفة التانية برضو اللي عبقرية ومقادرها حلوة جدا هي بودرة الهوت شوكليت بنشتريها برضو مبارا هنعملها في البيت بمنتهى سهولة بجيب نص كوباية من الكيكاو بنخلها كده زي ما انشايفين في المصفة وبنفس الكوباية بعير نص كوباية من السكر ومعاهم ربع كوباية من الكريم شانسي ومعلقة كبيرة من النشا ومعلقة كمان كبيرة من الحليب البودر كل ده برضو في المصفة زي ما قلتلكم كده تمام بالشكل ده كده وبمكس الكلام ده كله مع بعضه فيه ناس بقى بتزيف هنا شوكولاتة مبشورة على الخليط بتاع بودرة الكيكاو ده بس انا بفضل اضافة الشوكولاتة تكون لما نيجي نعمل الهوت شوكليت علشان طعمها بيغير تمام فضينا بقى بودرة الكافي ميكس في برتمان تاني ودلوقتي نحط البودرة بتاعة الهوت شوكليت ونجرب بقى الهوت شوكليت العظيم ده شكله هيبقى عامل ازاي ولونه كمان والقوام بتاعه حاطت كوباية اللي ربع من المية عليها معلقة كبيرة من البودرة اللي احنا عملناها هزي وبرفعهم بقى على النار اول ما بتبتدي تغلي وتسخم معي بالشكل ده بضف لها ربع كوباية من الحليب واول ما تبتدي تغلي كده بضف لها مكعب من الشوكولاتة الخامة واي نوع شوكولاتة فضله الشوكولاتة الصراحة بتثبت الكوام واللون والطعمة كمان بتاع الهوت شوكليت عموما بصوا بقى بتخلي الكوام واللون في حتة تانية فعلا هي اضافة اختياري بس فعلا بتفرق جدا بصوا الصمك خطيرة مفيش احلى ولا اجمل ولا انضف من كده ابلع بقى شكل الكوباية دي خليها زي الكافيهات بالضبط اقطع احط لها كده شوية ماشميلو كده على الوش ورشة من بودرت الكاكاو بجد شكلها امر وتحفى وشي فعلا ولا علاها كمان النور الشتوي يا ابني علشان انت ليه شايفين يا سلام عدفة بصوا خطيرة يعني الموضوع خصير بجد ما خدش مننا دقايق وطبعا مش عايز اقول لكم انتو عارفين ان هو صحي اكتر واوفر كتير مما نشتريهم من بره طبعا لو لسه بتشوف الفيديو لحد اللحظة دي فانا بشكركم جدا على المشاهدة وبتمنى من كل قلبني الفيديو يكون عجبكم واريبا متنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو دوت لو حسيتوا بأي افادة فيه دمتم اصحاق يا رب وصحتين وهنا واشفكم الوصفة الجاية